من أمام مستشفى الحسن الثاني بوخريبغا ينضم إلينا موفد القناة يونس رفيق إذن أهلا بك يونس هل من مؤطيات جديدة هل تغيرت خصيلة ضحايا حادث السير الذي وقع بالأمس في منطقة بولونوار على مشارف خريبغا أهلا بك سنة وأتواجد بالفعل أمام قسم المستعجلات هنا بمستشفى الحسن الثاني بوخريبغا الحصيلة كما ذكرت هي ثلاثة وعشرون قتيلا قضوا نحبهم في حادثة السير التي وقعت على مشارف مدينة خريبغا بالضبط بجماعة بولونوار الضحايا كانوا متوجهين إلى مجموعة من المدن لكن بالأمس خلية التوجيه والمساعدة كانت مرابطة طيلة يوم أمس وإلى غاية الثانية صباحا لتسليم جثامين الضحايا إلى ذويها وقد تم تسليم جميع الجثامين إلى العائلات الضحايا بالأمس بقيت ثلاث حالات سلمت هذا اليوم منها حالة واحدة لإحدى العائلات فيما حالتين تنتظر أن يتسلمها عائلتها هذا اليوم بالنسبة لعدد الجرحة فالعدد وصل كما ذكرت سنائل حوالي أو بالتحديد إلى واحد وثلاثين قتيلا واحد وثلاثين جريحا يونس 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 31 جريح نعم هذه هي لك تقصد تفضل أكيد أكيد أنا أصححها المعلومة واحد وثلاثون جريحا عشرون منهم يتواجدون هنا في مختلف الأقسام في قسم المستعجلات وأيضا في مختلف الأقسام الأخرى حسب الحالات حسب الحالات ومدى خطورتها 11 حالة أرسلت إلى المستشفى الجامعي بمدينة الدار البيضاء لصعوبة وضعيتها لكن ثلاث حالات منها توجهت إلى المستشفيات الخاصة فيما سبع حالات ترقد بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء حسب المعلومات التي استقينها هذا الصباح هنا بالمستشفى فهذه هي الحصيلة الرسمية وفي انتظار يونس إذن 23 و20 قتيلا 31 مصابا كما قلت يونس 11 جريحا يعالجون هنا بالدار البيضاء معظم الحالات كالتعالج في المركز الاستشفاء ابن رشد هل لديك أي معلومات بشأن الوضع الصحي للحالات التي توصف بالحرجة والتي تعالج في الدار البيضاء أعلم أنك كنت في تواصل مباشر ودائم مع الأطور الصحية حيث تتواجد بالفعل من خلال تواصلنا مع الأطور الطبية وخصوصا مدير مستشفى الحسن الثاني بمدينة خريب أكدوا لنا من خلال تواصلهم مع الأطور الطبية بمدينة الدار البيضاء وتحديدا المستشفى الجامعي ابن رشد وأكدوا لهم أن الحالات مستقرة إلى حدود الساعة وتتماثل للشفاء ثلاث حالات وجهت إلى مصحات خاصة ربما وضعيتها أيضا مستقرة عشرون حالة تتواجد هنا بمستشفى الحسن الثاني بمدينة خريب وضعيتها أيضا مستقرة تتفاوت خطورتها لكن على العموم هي مستقرة وقد أكد لي الأطور الطبية هنا بمستشفى الحسن الثاني بخريب بأنها بإمكانها أن تغادر المستشفى هذا النهار بعضها سيغادر هذا اليوم وبعضها الآخر خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة سنة متمنيتنا بالشفاء لكل المصابين في هذا الحادث المروري شكرا لك يونس رفيق كنت معنا مباشرة من أمام مستشفى الحسن الثاني بخريب شكرا لك يونس على كل هذه الإضاحات مستشفى الحسن